السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن وفاة الفنان مجي عبدالوهاب فمن هو مجي عبدالوهاب وماذا قدمه ومسيرته الفنية وسبب وفاته الفنان مجي عبدالوهاب وفنان مصري تخرج من كلية الطب بقسم الأمراض النفسية ودرس أيضا في المعهد العالي للفنون المصرحية حتى يسقل مهبته الفنية وكان قد بدأ نشاطه الفن في العام 1996 وقدم مجموعة من الأعمال الفنية لا تنسى أبدا أما عن سبب وفاته فهو يقال أنه سبب وفاته قد مر بأزمة مرضية أخيرة في الفترة الأخيرة أدت الوفاة ليلة أمس ولم يتم الإعلان عن موعد جنازته حتى الآن ومن أعماله السينمائية قدم في عام 1996 فيلم نزوة وفي عام 1999 قدم ولا فنية أبجا وفي عام 2000 إمراء تحت المراقبة قدم ثلاثة أفلام في ثلاثة عام متتالية وهذه الأفلام تمثل فترة زمنية من الزمن الجميل أيام الأبيض والإسود وأما من أعماله الضرامية فقدم مسلسلات لاحصة لاحصة شهرة بالأعمال الضرامية في الوسط الفني فقدم سوق الرجالة والفجالة والبصمة وعائلة الحجم تولي ثلاثة مسلسلات في عام 2000 البصمة والفجالة وسوق الرجالة أما في عام 2001 فقدم عائلة الحجم تولي وهذا المسلسل من أشهر الأعمال الفنية وفي عام 2002 قدم وحلقة طيور نحو الشرق وبين شطين ومية واللؤلؤ المنصور تقريبا كان يقدم في كل عام ثلاثة مسلسلات بالإضافة إلى أعماله السينمائية وفي عام 2004 قدم فجر ليلة الصيف وعيش أيامك وعفريتي السيالة والقاهرة منفروط والعكس والسيف الوردي في عام 2005 قدم رياح الغدر والشارد وفي عام 2007 قدم المصروية الجزء الأول وفي عام 2007 قدم أزهار 2008 مسك الليل 2009 نساء لا تعرف الندم 2009 أيضا قاتل بلا أجر البطنية الأشرار كل هذه الأعمال قدمت في عام 2009 أما في عام 2010 فقدم أكتوبر الآخر 2011 سمارة 2012 فريتيجو والإخوة الأعداء في 2012 أيضا وابن ليل أما في عام 2014 فقدم المرافع في عام 2015 للسندوق الأسود وفي عام 2017 الدخول في الممنوع رحم الله الفنان القدير مجي وغفر الله مجي عبدالهب وغفر الله واسكنه في سياح جناته